شكرا كاترين أهلا بكم من جديد إلى الصحف واخترنا من الأخبار ما كتبه الأولى نصيف مقتطفات من مقاله تحت عنوان عفو خاص عن 300 موقوف قريبا ينتظر أن تنجز لجنة العفو برئاسة القاضي كلوت كرام اليوم ملف العفو الخاص الذي سيصدره رئيس الجمهورية ميشيل عون ويتناول 300 محكوم وموقوف تقرر إطلاقهم في سياق خطة مواجهة جائحة الكورونا والحقول دون تفشيها في السجون اللبنانية المقتضة لا أحد من بين المرجح إطلاقهم ويقاربون 300 محكوم وموقوف له ملف مرتبط بجرائم أو الإرهاب أو الإتجار بالمخدرات أو صدر في حقه حكم بالأعدام خضع لبضعة معايير تصفها نجم بأنها موضوعية صار في ضوئها إلى تصنيف المحكمين والموقفين في فئات ثلاث أولى الذين أنهوا عقوبتهم ويفترط خروجهم إلا أنهم لا يزالون موقوفين بسبب تعذر تسديدهم غرامة إطلاقهم ثانيا المحكمون الذين تبقى من تنفيذ أحكامهم ما يقل عن أربعة أشهر ثالثا المصابون بأمراض مزمنة كالسرطان وفقدان المناعة وسواهما والمتقدمون في السن وهم أول المرشحين لفقدانهم حياتهم في حال تغلغلت الجائحة في السجون تفاصيل أكثر عن العفو الخاص كتبه أولى نصيف والفرق بين العفو الخاص والعفو العام وتفاصيل عن هذا القرار الذي سيصدر اليوم ننتقل في الإخبار طبعا ننتقل إلى نداء الوطن ونداء الوطن كتبت مجلس الوزراء اليوم إقفال تام لـ 48 ساعة تقول فرنجي مرشح الروس للرئاسة تقول أن مصادر ديبلوماسية في موسكو كشفت لنداء الوطن أن زيارة فرنجي الأخيرة إلى روسيا حسمت الاتجاه الروسي بدعم ترشيحه إلى سدة الرئاسة الأولى خلفا لعون مشيرة إلى أن الإدارة الروسية باتت على قناعة بأن باسيل لم يعد يحظى سوى بدعم إيراني مبدئي لخوض المعركة الرئاسية بخلاف فرنجي الذي ورغم خطه الاستراتيجي القريب من حزب الله لكنه نجح خلال السنوات الأخيرة في نسج خيوط تواصل في الداخل مع كل من سعد الحريري ووليد جملاط وكذلك مع القوات اللبنانية فضلا عن كونه الحليف المسيحي الأقرب إلى رئيس مجلس النواب نبي بري كما أنه خارجيا لم يدخل في أي عداء مع الدول العربية ولا الغربية وهذه كلها صفات لا تنطبق على جبران باسيل الذي يبدو متكئا فقط على تحالفه مع حزب الله ومن خلفه إيران لفرض وصوله إلى كرسي رئاسة الجمهورية وإذ شددت على أن موسكو بطبيعة الحال لن تراهن على حصان يبدو خاسرا سلفا في السباق الرئاسي لفتت المصادر الدبلوماسية لنداء الوطن إلى أن كل محاولات باسيل خلال توليه حقيبة الخارجية لم تفلح في تسويق خياره الرئاسي عبر السفراء والسفرات اللبنانية في عواصم العالم كاشفة أنه يحاول منذ فترة خطب ود الروس للغاية نفسها حتى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى إيطاليا في الفترة الأولى لاندلاع الثورة 17-20 للمشاركة في أحد المؤتمرات تقصد أن يمكث في الفندق نفسه الذي يقيم فيه وزير الخارجية روسي سرغي لافروف وطلب موعدا لمقابلته لكن لافروف تجنب عقد اللقاء معه الأمر الذي أثار حفيظة باسيل تجاه حقيقة الموقف الروسي سيما في ظل الاهتمام الملحوظ بفرنجي الذي حل ضيفا على لافروف ونائبه مخايل بوكدانوف في موسكو هذا ما رفع منسب القلق لدى رئيس التيار الوطني الحر الذي يعلم يقينا أن الروس سيشكلون ثقلا أساسيا في المعركة الرئاسية المقبلة عبر بوابة دمشق كما كشفت المصادر نفسها أن الاتصالات واللقاءات تسير بوتيرة متصاعدة بين فرنجي والروس آخرها اللقاء الذي عقده نجله توني خلال الساعات الأخيرة مع السفير أليكساندر زاسبيكن وبقي بعيدا من الأضواء إلى الجمهورية والمنشات حيث سألت الجمهورية خبيرا في الشأن الاقتصادي والمالي عما إذا كانت الدولة قد أفلست نهائيا فنفى ذلك بشكل قاطع وقال ما زالت الدولة قائمة ولم تفلس صحيح أنه لا توجد لديها سيولة لكن الدولة مليئة وما زالت تستطيع أن تعود على المدعين إذ أن لديها ثروة عقارية هائلة تزيد عن 100 مليار دولار ولديها قطعات حيوية وإنتاجية وموجودات مهمة جدا من هنا تستطيع الدولة أن تجري إعادة هيكلة لهذه الثروة بدل أن تقول للناس أنا أريد أن أخذ حقوقكم وسأردها إليكم من حسابكم في إطار آخر قالت مصادر وزارة الصحة للجمهورية مع الأسف وقع ما كنا نحذر منه وندعو المواطنين إلى التنبه إليه وعدم التفريد بأمنهم الصحي التراخي والاستهداء استهتار يخدمان الوباء الخبيث ويسرعان في انتشاره إلى حد قد لا يعود في الإمكان احتواءه أو الحد منه ما حصل أمر لا يطمئن وأمامنا مرحلة شديدة صعوبة أشار إليها وزير الصحة حمد حسن حينما اعتبر أن ارتفاع الإصابات كارثي من هنا فأن كل الجهد منصب على اطخط هذه المرحلة وإبقائها تحت السيطرة وذلك عبر مجموعة من الضوابط والإجراءات الصارمة التي لا بد من اتخاذها في موضوع الكورونا نفسه كتبت في الشرق الأوسط بولا أسطيح لبنان تزايد عدد أو تزايد الإصابات والمخاوف عشية مرحلة جديدة لإعادة المغتربين تقول بولا أسطيح تقرر مؤخرا خفض عدد الرحلات التي كانت محددة في المرحلة الثالثة من 100 رحلة إلى 17 فقط على أن يعود على متنها نحو 11300 شخص بعدما كان قد عاد في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية 5500 راكب وأوضح مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غادي خوري أنه كان من المقرر عودة نحو 15 ألف شخص في المرحلة الثالثة التي تمتد من 14 إلى 24 أيار لكن تم تقفيد العدد بنسبة 20% مع ارتفاع عدد الإصابات في الداخل اللبناني أضف أن هناك أشخاص قرروا إلغاء حجوزاتهم وقال خوري للشرق الأوسط سنعيد حوالي 3800 شخص من دول حيث لا فحوصات PCR وذلك لضرورات قصوى لأنهم من الطلاب العالقين في أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية أو من المسنين والعائلات العالقة في أفريقيا مشيرا إلى أن لبنان لا يزال يواجه أزمة في موضوع الطلاب الراغبين بالعودة والذين يصل عددهم لنحو 2000 والذين لا يتمكنون من الحصول على الأموال من عائلاتهم نتيجة التدابير المشددة للمصارف الأخصائي في إدارة وطب الكوارث الدكتور جبران قرنعوني اعتبر أنه من المفترض وقف استقبال العائدين بغض النظر عن الظروف الإنسانية لأن هناك تهديدا حقيقيا بحصول موجة ثانية أكبر من الفيروس نتيجة الإجراءات المتخزة التي تبدو برأينا غير كافية خصوصا لجهات الاكتفاء بتوقيع العائدين على أوراق تلزمهم بالحجر ولا قدرة لنا على التأكد من التزامهم به وشدد في تصريح للشرق الأوسط على أن البدء برفع التعبئة العامة كان يفترض أن يحصل عندما يتم تسجيل صفر حالة على أن نبقى بعدها 14 يوما في الحجر لنتأكد أن لا مزيد من الحالات وأضاف لكن بعدما حصل لا شك أننا مقبلون على تعبئة ستكون أقصى من سابقاتها ترجمة نانسي قنقر